اعتقلت الشرطة البلجيكية مجتبها به ثالثا في هجمات بروكسل يدعى فيصل شفو كانت كاميرات المراقبة أظهرته مع الانتحاريين الذين هجم مطار العاصمة البلجيكية وقدمت نيابة لأحد اتهام بالقتل بحقه على خلفية مشاركته في التفجيرات الأخيرة المتهم الذي يعمل صحفيا حرا وتطورات ملف بروكسل في التقرير التالي التحقيقات الجارية في بلجيكا وعدد من الدول الأوروبية بيّنت وجود علاقة بين التفجيرات التي ضربت باريس وبروكسل وهو الأمر الذي أكدته معلومات أمريكية أشارت إلى أن أحد انتحاري مطار بروكسل مسجل على لائحة واشنطن لمكافحة الإرهاب مسؤول أمريكي رفيع أكد وجود اسم الانتحاري البلجيكي إبراهيم البكراوي الذي فجر نفسه في مطار بروكسل على اللائحة قبل وقوع هجمات باريس في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني الماضي فيما أضيف شقيقه خالد انتحار المترو إلى تلك اللائحة بعد اعتداءات باريس المعلومات الأمريكية التي تبدو أكثر شمولا ودقة كشفت أيضا هوية المشتبه به الذي أوقف في بروكسل أمس وهو سوري الجنسية ويدعى نعيم الحامد الاستخبارات الفرنسية من جهتها أشارت إلى نعيم دون ذكر اسمه وإلى اثنين آخرين في نشرة وزعتها على أجهزة أمن أوروبية بعد ساعات من وقوع هجمات بروكسل وفي محاولة لفك لغز هذه الشبكة وارتباطاتها يرجح محققون أن صلاح عبد السلام المعتقل في بروكسل على خلفية اعتداءات باريس ربما يملك أجوبة على عدد من الأسئلة المعلقة والتي من شأنها فك لغز الشبكة الإرهابية من جهته قال المدعي العام الفيدرالي البلجيكي إن المحققين يعاولون على عبد السلام لكشف تفاصيل أكثر عن انتحاري بروكسل الاعتراف الذي أدلى به صلاح عبد السلام للمحققين بحسب صحيفة لوموند الفرنسية يفيد بأن دوره في اعتداءات باريس اقتصر على الأمور اللوجستية كتأجير السيارات التي تم استخدامها في الهجمات وحجز غرف الفندق في باريس للإرهابيين وتزداد أهمية تعاون عبد السلام مع المحققين يوما بعد يوم خاصة بعد توصل التحقيقات البلجيكية إلى أدلة جديدة تؤكد وجود علاقة بين اعتداءات بروكسل وهجمات باريس ومخطط اعتداء جديد في فرنسا تم إحباطه أمس ما يعني وجود شبكة إرهابية تنشط في البلدين إلا أن عبد السلام لم يزود التحقيق بعد بما يشير أو يؤكد وجود مثل هذه العلاقة الأدلة الجديدة التي تم التوصل إليها شكلت عامل ضغط على الحكومات الأوروبية لجهة تنسيق جهودها وتبادل المعلومات فيما بينها عن المتشددين المحليين والمقاتلين العائدين من سوريا لمواجهة الإرهاب الذي سمح ضعف التنسيق بأن يكون حاضنة له ترجمة نانسي قنقر